موسيقى نحن هنا في لكولنواخ أو حقول الزهور التي تعود لدار كريستيان يور في مدينة جراس جنوب فرنسا وهي عاصمة العطور العالمية المكان الذي يضم معظم حقول الزهور في فرنسا سنتعرف من خلال هذا التقرير الذي سيصور على مدى أشهر على تاريخ العطور فيها وكيف تمر بمراحل مختلفة من قطف الزهور إلى تصنيعها وصولا إلى مرحلة تقديمها إلى الزبائن هيا بنا لنشاهد موسيقى دخلنا وبشكل حصري لصباح العربية إحدى المزارع التي تزرع فيها الورود المستخدمة في صناعة عطور ديور المختلفة موسيقى 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 تحت بشكل أصبح مانوم . هي ممتعية روسا سنطفوليا وتصبح ممتعي موسيقى وسطعه ممتعي ممتعي لتسهل ممتعي في عام تلغط على دورًا دورًا لتصبح لفترق ومن ثم الوقت الممتعي حتى الآن الوصول مبتعي والممتعي ممتعي هو ممتعي يسرق الأمر يأتقل نقوم بمعه الممتعي بعد اللعنة وليعه كله في ممتعي لأنه يكون هناك في ناريك فهو ليس نعرف بشكل كذلك ولكن يجب أن تتحقق المنزل في كل سنة يجب أن تتحقق المنزل على المنزل على المنزل هنا نعمل على حدث 3.5 أكثر من المنزل ونزل على المنزل ٱ000 رسيس رسيس يتحقق في الكثير من مزلل فهو ليست في وضعه في ميزيور ويوجد في ميزيور كم هذا في خمسينيات القرن الماضي قرر كريستيان ديور شراء هذا البيت الرئفي ليقدل كثير من وقته بين حقول الزهور في فصلي الربيع والصيف والعمل على أفكار لصناعة أطور جديدة بعيدا عن عالم الأزياء هناك شمع الام في باريس موسيقى 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 فقط حتى يكون الشيء ليحقًا بها مع أمواه المفخير وعندما أحن موضوع يريد أن تجربة هذا جميع حتى ، فيه بكل هناك ربما يمكن أن يكون فرحة لها أسره يطلقه لها سميشهر من جميع أشياء ملتقالي تحديد من دور في قطرين في القرية وقالها تحديد في مجالك مجالكوز وقالها تحديد وقالها تحديد وقالها بعد القرية وقالها الرجال في المنزل سميشهر ومعضم نجوم الفن السابع يقصدون متاجر العثور قبل صعود السجادة الحمراء أصبح أطر ومكياج وقطع أزائي كريستيان ديور جزءاً أساسياً من حياة الكثير من النساء العصريات حول العالم والتنصيق بين مختلف تلك العناصر هو بمثابة عمل دأوب يحتاج إلى أشهر من التخطيط والتنصيق والرؤية لصباح العربية فرنسا